مع بلوغ حبرية البابا فرانسيس عامها الحادي عشر لا زال قداسته يواصل دعواته إلى رفض الحرب التي تزرع الموتى والدمار في غزة وقد وجه البابا فرانسيس منذ السابع من أكتوبر الماضي ما يزيد على ستين نداء إلى وقف الحرب في غزة والأرض المقدسة واصفاً أي حرب بأنها هزيمة كما شدد في مناسبات عديدة على أن الحرب لا يمكنها أن تحل شيئاً ودعا إلى إسكات صوت السلاح والإصغاء إلى صرخة الشعوب والأطفال والإخوة والأخوات المتضررين من الحرب التي تغذي مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام معلناً قداسته عن تقاسمه الألم الكبير لألاف الأمهات في العالم جراء موت أبنائهن الشباب في الحرب ودعا قداست البابا فرانسيس إلى تطبيق الحكمة التي يجب أن تكون لها الغلبة على المصالح الخاصة